تم بالرباط إطلاق الجامعة المفتوحة للمواطنة باعتبارها مبادرة ترمي إلى تعزيز انخراط المواطنين في الحياة المدنية وتندرج هذه الجامعة التي أطلقتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ويتم تنفيذ برنامجها من قبل المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار المكون الثالث من برنامج التربية المدنية الشاملة في المغرب التي تخصص له الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ مليوني دولار على مدى ثلاثين شهرا نطلق اليوم هنا في الرباط مشروع جديد بعنوان الجامعة المفتوحة للمواطنة من أجل تعزيز وتقوية الآلقات والارتباط بين المواطن المغربي والحكومة التي تمثلها والمؤسسات التي تقدمها في كل المستويات محلية وطنية وإقليمية وتهدف هذه الجامعة إلى النهوض بمشاركة المواطنين وانخراطهم في الحياة المدنية من خلال التركيز على النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى تحسين قدرات المؤسسات السياسية المغربية من أجل تلبية احتياجات المواطنين بشكل شامل الهدف الأساس للجامعة المفتوحة للمواطنة يتمثل في تعزيز الحوار بين الأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني وصناع القرار من خلال إطلاق تفكير مشترك كفيل بتحسين التربية على المواطنة بالمغرب وقد صممت الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية برنامج التربية المدنية الشاملة بهدف المساعدة في تحسين فهم المواطنين لأدوارهم ومسؤولياتهم في العمليات الديمقراطية لخلق مناخ سياسي أكثر استجابة على المستويين الوطني والمحلي